أخيرا الحمد لله على السلامة للنجم الكبير وأسطورة كرة القدم النجم الكبير كابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي وعودة الحمد لله والشكر لله بحاول بس أطمن حضراتكم جميعا على عودة الكابتن محمود الخطيب زي ما حضراتكم شايفين الصورة الأمام حضراتكم دي من مطار القاهرة كابتن محمود الخطيب يعود إلى القاهرة بعد رحلة علاج الحمد لله على السلامة يا كابتن وحشنا جدا جدا وجدا وحش كل جمهور النادي الأهلي يعني زي ما حضراتكم شايفين سيادة الوزير نائب المجلس الإدارة الأستاذ العمري فارور، الأستاذ طارق أنديل، الدكتور محمد صراق، كابتن أسامة حسني الأستاذ جمال جبر، والأستاذ أو الدكتور سعد شالبي كلهم متواجدين في استقبال كابتن محمود الخطيب الحمد لله على السلامة يا كابتن، الناس كلها مستنياك بقالنا فترة، كابتن محمود كان مسافر بقاله فترة لرحلة علاج زي ما حضراتكم عارفين فرنسا ثم الإمارات أو فرنسا ثم السعودية ثم الإمارات ثم العودة مرة أخرى إلى فرنسا والآن كابتن محمود الخطيب يعود سالما إلى أرض الوطن الحمد لله على سلامتك يا كابتن، كل جمهور النادي الأهلي أعتقد سعيد ومبسوط بعودة الكابتن محمود الخطيب قبل أي شيء إن شاء الله نطمن حضراتكم خلال الأيام القادمة خلال الأيام القادمة إن شاء الله نطمن حضراتكم على كل تفاصيل رحلة علاج كابتن محمود الخطيب عاد إلى القاهرة قبل قليل كابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي بعد رحلة علاجية في باريس استمرت قرابة الشهر ونصف الشهر كان في استقباله في مطار القاهرة العمري فاروق نائب رئيس النادي وطارق أنديل عضو مجلس الإدارة ومحمد صراج عضو مجلس الإدارة والدكتور سعد شلبي المدير التنفيذي والكابتن سمير عدلي إداري الفريق الأول والأستاذ جمال جبر مدير الإعلام بالنادي واللواء علاء صلاح الدين مدير أمن النادي وكابتن أسامة حسني الإعلامي بقناة النادي الأهلي حتى الصورة الأمام حضراتكو دي هي صورة بالفعل إن تدعو فهي تدعو لروح الفنيلة الحمرة النهاردة روح الفنيلة الحمرة أو الكلام على روح الفنيلة الحمرة جايب لنا حاجات كتيرة جدا أو أخبار سعيدة جدا تتويج سيدات السلة بأولى البطولات في هذا الموسم وبنقول لهم مرة تانية ألف ألف مبروك وأيضا عودة رئيس النادي الأهلي وأسطورة كرة القدم النجم الكبير كابتن محمود الخطيب إلى القاهرة هنعرف طبعا بقى خلال الأيام القادمة لو قدرنا طبعا نقول لحضراتكم إيه التفاصيل والكابتن محمود هيعمل إيه خلال الفترة اللي جاية هنبلغ حضراتكم فورا بهذا الكلام